ضيوف الرحمن على صعيد عرفات اليوم بدأ الحجاج بالصلاة والدعاء عند جبل عرفات قرب مكة المكرمة منذ فجر اليوم الثلاثاء في ذروة مناسك الحج التي يتوقع أن تسجل أعدادا قياسية هذا العام في أجواء شديدة الحرارة وأمضى الحجاج وعددهم يناهز المليوني حاج الليل في مخيمات مكيفة في وادي ميناء على بعد سبعة كيلو مترات من المسجد الحرام في مكة المكرمة وفي الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء توجهوا إلى جبل عرفات لأداء الركن الأعظم من الحج وسيبقون طوال اليوم في الموقع نفسه يصلون ويبتهلون ويتلون القرآن الكريم والكثير منهم سيعتلي جبل الرحمة ويجلسون بين صخوره وبعد غروب الشمس يتوجه الحجاج إلى مزدلفة في منتصف الطريق بين عرفات وميناء ليناموا في الهواء الطلق قبل بدء رمي الجمرات غدا الأربعاء أول أيام عيد الأضحى ويقام موسم الحج هذا العام من دون أي قيود لناحية أعداد الحجاج أو أعمارهم بعد ثلاثة أعوام من تنظيم حج محدود على خلفية تفشي جائحة كورونا